فَالَّذِينَ حَافَغُوا عَلَى سِيَانٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قد استهل رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد استهل علي يوم الاثنين عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق ظني في الدارين اللهم رب رمضان سلم لي رمضان وسلمني لرمضان وسلمه مني وسلمني منه واجعله متقبلا يا خير ضيف نتاب البشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف نتاب البشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف نتاب البشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لازلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقر الطاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت ماحي أو زار وقاضي أو طار وطارد أغيار من الخلدي وصافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالصفدي ومذهبا كل أحزان نضيق بها في الدهر أفئدة يا مذهب النكدي وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم نافع الزيدي يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني أحبك حبا ذات ذا قلب من مالكي فيك إسعادا بلا أودين ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك ددي لاشهد بأخذ كتاب الله فيك هنا إلى الالتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حبا ذات يا أملي واشهد بحبك حبا ذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمدي إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل هذا اليوم يوم مضي بما تحب وترضى أبدا بلا التفاة وتقبل مني الحمد لله وله أيضا زيد فيضاء في وداع شهر رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان عراد الانسراف عني يوم الثلاثاء إليك مع أني لم أعل منه ولم أستغن عنه فوادعته بهذه الرائية راجيا أن تكون لي رحمة وربحا في الدنيا والآخرة فتقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واشهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء المهاجرين والانصار رضي الله تعالى عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم يا ذا البشارة بالآيات والصور لاشهد بكون عبد المحسن الصور يا ذا البشارة بالآيات والصور لاشهد بكون عبد المحسن الصور لاشهد بكون عبد الله فيك بلا غش ولاشهد بأني تبت من خوري سر ذا قفول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشرين لازلت ضيفا كريما قد يبشرني في السر والجهر بالإحسان ذا بشرين فجأتني يا خليلي بسرور هنا بلاعدا في ترابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب برضا عن الكريم البديع صنع ذي القدري قتبت للغافر الغفار من أوجي وعنه أرض ولي قد جاد بالغافرين أسلمت كلي له عبدا له أبدا بما ليختار في مكثي وفي سفري له شكوري في دار السلام وفي أباب ذكر حكيم قد نفى ضررين سألته بعد عودي بالرضا لهما أن لا يلقيني شيئا من الغررين وأن يسلمني من كل مهلكة بالمصطفى من بمدحي والصلاة حريم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته به توسلت في ليل وفي سحري ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تحري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير مزدجري به طلبت من القهار مرسله عمر ضليك الذي جحد ودي ضجري كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي زمرين صلى عليه بتسليم مقدمه بالآل والصحب من يزقو بهم عمري أخرجتني يا إلهي من عداي معا بأهل بدر ورضلي كل ذي بطري قد قدتني بالرضى لصالحين معا عصنتني رب من بوسى ومن خطر توسني لك في الأعداء مغتربا به كفاني أهل الكفر والحير ليستجبت بما فاق الظنون به جعلت قلبي ظرف الآي والسير به استجبت قديما للكرام لدى أو جالهم فلتكن لي ولتدم بشرين إليك يا خير وهاب مدت يدي في البر والبحر سخر لي ذوي الأشرين أنى أمد يدي للخلق مجتديا لداعدا قلب كل صار كالحجرين من بعد كون عبد الله في أبد وبعد كوني خديم الفجر ذي الفجرين أو كيف عركة للدنيا مجردة من بعد ما بعتها في العسر واليسرين أم كيف أشكوا لمن غروا ببهجتها ذوي التنازع والتثلئ سوى الخسرين إني إلى النافع الرزاق مفتقر ولم أكن بسوى المغني بمفتقري لا أشتكي الضر للمخلوق مجتديا من بعد كوني عبد الله بالفقر من قال لي قبل أنت اليوم مغترب عند النصارى ذوي الأسياف والسمرين جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عن الزمرين إن الإله ولي سرمدا وبه أنجو وإني من خوفي عداي بري والمصطفى المنتقى المختار واسطتي ورفقة الدهر أهل الخير والخبرين وهو الوسيلة لي دنيا وآخرة به أمدت لواقي كل منتصر إني لمولى عبد خادم أبدا لمن يطيب ربي لي به عصري لمن به قد أغات الله جملة من به استغاثوا وفازوا منه بالفخرين يا رب بالمصطفى سقلي مناي معا يا من كفاني ذوي الإنكار والسخرين إني لعبدك في سر وفي علن يا من حماني في بدو وفي حضري من رام هضم جنابي من عدا زمني صرفته قبل بالمخزل عدا المضري من ظن أني لغير الله مرتحل أولس والمصطفى المختار في سفري صلى عليه بتسليم بشيعته من كونه لي أغناني عن النفرين حتى يبارزني بسيف ذا سفه وبالمدافع ذا حقد وذا غدرين فالله يخذله والخلق تعزله فالله يخذله والخلق تعزله والعار يقتله بالخزي والكدر والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر إن شاء رب الذي قد كان لي ومعي ربا وكنت له عبدا مع الدرري له خطابي وتاتني مناي معا من فضله الواسع المغنى ذوي الوطري له خطابي وأرجوه فوق مطلبتي من جوده النافع المستخدر المطرين يا ذا السماوات والأرضين منفردا مع الهواء ويا ذا البحر والنهر إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من صوم ومن سهري وقدت لي منك من قادت له الصلحاء وقدتني لك من طبى مع الصوري هب لي تلاوتها ارزقني حلاوتها وزقني الكشف فيها والتزن خوري خلد هدايا بها هب لي غنايا بها وسر مدا ليكن يا محسن الصوري واجعل خليلي يشاهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهابذ القدرين واجعله أحمد عود يا معيد لنا محوت قبل عيوبي رب معك دري واشهد بكوني في ذا اليوم مرتضيا عن الكريم الذي كان في سفري واكتب كمالي في علم وفي عمل وفد تأد بذا أو بالمع الرفري مكنتني في ديور يا إلهي بلا كالدنولي كنت في طبى بلا ضرر قد كنت لي في ديوري يا إلهي معا عصمتني من عدى الأزمان والغرر وصل عني بتسليم على سندي وسيلتي من بمدحي والصلاة حريم محمد من متى يلقى العدى أبدا ولو أسودا لدى أجابها تحريم والآل والصحب ما فاز الخديم به في كل وقت وفي ليل وفي سحرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله